احتضنوا اليوم ملعب ملود هدفي بوهران المباراة الترتيبية لبطولة إفريقيا للمحليين والنهاء المصغر كما يلقى بين منتخب النيجر ونظيره الملغاشي مباراة متوازنة ومتكافئة بين منتخبين قدما مشوارا رائعا إلى حد الآن في طبعة استثنائية من الشعن بعد خروجهما من سباق المنافسة على اللقب يسعى منتخبان نيجر ومدغشق لإنهاء البطولة الإفريقية للمحليين الجزائر الفيني واثنين وعشرين بميدالية برونزية ومركز ثالث عندما يتواجهاني مساء الجمعة بملعب ملود هدفي بوهران في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالثية للدورة المنتخبان وبعد أداء مشرف خلال الضورة خسر الرهان بعد فشلهما في التأهلية إلى النهاي أمام الجزائرية بخماسية بالنسبة للنيجرة وهدف لسفرين أمام سينيغال بالنسبة لمدغشقرة بعد المرور جانبا في النهاي منتخبنا لا يملك سوى العمل على تحصيل المركز الثالث عاملنا جيدا منذ أمس من أجل تجاوز الأمر والعودة من أجل تحقيق الفوزي في اللقاء المقبل الهزيمة في المباراة النصف نهائية مما الجزائر أثرت فينا كثيرا لكننا نسينا ذلك هدفنا الآن هو تحصيل المركز الثالث أتمنى أن ننهي البطولة في البوديوم طموحات المنتخبين كانت كبيرة في موصلة المفاجأة إلا أن أخفاقهما في المربع الذهبي لا يبدو بأنه أثر على معنويات لعبيهما وطاقميهم الفنيين حيث يركزان حاليا على انتزاع المرتبة الثالثة في إنجاز غير مسبوق لكل منهما لقد لعبنا مع النجير مباراة الويدية في طبرقا في تونس تعدنا سلبيا لكن المباراة الويدية تختلف عن الرسمية غدن ستكون مواجهة مهمة ومهمة جدا لنا نفسيا نحن جائزون اللاعبون عازمون على الفوزي بالميدالية البروزية سنقدم كل ما لدينا من أجل ذلك فخورنا جدا بمشوارنا في البطولة نواصل العمل مع المدرب سنبقى متحدين وسنلعب بنفس الطريقة حتى نفوز في اللقاء المقبل منتخب النيجير ورغم امتلاكه الأفضلية باعتبار أنه سيخوض المقابلة بملعب يعرفه جيدا بعد النشط فيه كل مبارايته السابقة في الشانة إلا أنه سيصطدم بمنتخب ملغاشي قوي كان الحصان الأسود في البطولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر